على دلعون وعلى دلعون قربنا نخلص أساسيات والمستوى متقدم في البايسون سوف نتحدث في درسنا اليوم عن Classes و Objects و Constructors Class في اللغة البايسون يعني بالاختصار سوف نبدأ ب Object Oriented Programming هذا الجزء ليس للمبتدين غالبا سوف يكون لأجل الطلاب الجامعات ولكن يمكنك أن تأخذ فكرة عنها وتتعلم أيضا في البداية ما هو Class؟ معنى Class يعني فئة ولكن نسحت لكم أفهم على أن Class يكون عبارة عن اسم تقوم بتحديد بنفسك وضمنها تقوم بوضع الخصائص أو الوظائف الذي ينتمي إلى ذلك الاسم لنأخذ مثلا لنفترض مدرسة مدرسة يمكن أن يملك خصائص أعتبر أن الخصائص يكون عبارة عن متغيرات يعني Variables ترجمة خصائص باللغة الإنجليزية يعني Properties والوظائف يكون عبارة عن Functions أو عندما تقوم بإنشاء داخل Class يسمى Method قد يتسهل بعضا منكم لماذا نحن بحاجة إلى Classات و Objects ونكتدي ببروغرامي بالاختصار بعدما تتعلم الأساسيات والمسلم تقدم لغة Python و عندما ترغب به ببرمجة شيئا ما غالبا سوف تقوم باستخدام مكاتب أو إطارات جائزة في Python تم برمجتها بواسطة الآخرين لكي تقوم ببرمجة الشيئ اللي اصدرها بها و غالبا يكون تلك المكاتب تم إنشاءها بنظام Object Oriented Programming يعني مبرمجين الأصحاب تلك المكاتب قاموا بإنشاء كلاس على سبيل سال يسمى روبوت و ضمنه قاموا بوضع الخصائص المتعلقة بالروبوت و إذا قاموا ببرمجة بعض وظائف لكي عندما تم إستدعال تلك الوظائف يقوم روبوت بعمل شيئا ما في حالة كنت تعرف كيفية استخدام Object Oriented Programming سوف تتمكن بسهولة من استخدام الأمور الذي تم برمجته من قبل الآخرين لإستخدامه ضمن المشروع الخاص بك أو أنت بنفسك يمكنك أن تقوم بإنشاء كلاس خاص بك و تقوم بوضع ضمنية وظائف وخصائص للترتيب إلى أوامر مشروع خاص بك بالإضافة عندما ترغب ببرمجة أشياء بين خلال البايثون هناك سيم من المكاتب يجبرونك على استخدام نظام Object Oriented Programming لبرمجة الشيء بواسطة تلك المكاتب عبر البايثون لذلك يفضل أن تفهم نظام Object Oriented Programming لك تتمكن من إنشاء مشاريع احترافية عبر ترك المكاتب أو إطارات لإنشاء كلاس في البايثون كل ما عليك أن تقوم بكتابة الأمر كلاس بالأحرف الصغيرة ثم تقوم بإنشاء اسم للكلاس الإسم الكلاس يمكنك أن تقوم بإنشاء بنفس القوانين إنشاء اسم تغير أو function ولكن ينصح ببدأ أول حرف من الإسم الكلاس بحرف كبير عقصة الـ function والـ variables الذي ينصح ببدأ الإسم بحرف صغير ثم تقوم بوضعها في شكل خاص بهذا الشكل تقوم بإنشاء كلاس في البايثون دبن كلاس يمكنك أن تقوم بإنشاء خصائص خصائص يكون عبارة عن متغيرات لأننا أفضلت أرغب إنشاء متغير اسم الـ name على اسم نساء القيمة التالية ولكن لدينا متغير اسم function يعني إصدار على اسم نساء الإصدار العاشر أنا تعلمت كيفية إنشاء كلاس وكيفية إضافة دمني أخصائص ينتمي إلى ذلك الكلاس ولاحقين كنا نرغب بوصول إلى المحتلة التي تدواج دمني الكلاس بكل سؤلاء كل ما علينا نقوم بتحديد الاسم الكلاس وصم نقوم بتحديد إلى ماذا نرغب بوصول إليها لأننا أفضلت خارج الكلاس أرغب بأن نقول قم بإطباع لي القيمة التي يتواجد دمني متغير اسم الـ name يتواجد دمني كلاس يسمى up إذن في البيض نقوم بتحديد الاسم الكلاس ثم نقوم بتحديد إلى أي خاصية أو وظيفة يتواجد دمني الكلاس المحدد نرغب بوصول إليها في مثال الحالي على سبيل مثال إلى الخاصية اللي يسمى الـ name أو إلى المتغير اللي يسمى الـ name مثلا ما تشاهد في الـ Python آيزون يتواجد لديك constructor class وإذن object class الـ constructor class يمكنك إعتبارها على أنها مثل function الذي يملك parameter يعني متغيرات تم إنشية وعند استدعاء function تقوم بتمرير بينات إلى تلك المتغيرات لنأخذ مثلا الـ constructor class في Python يتم إنشية بشكل تالي الناقص على السطر مرتين ثم كلمة اللي يسمى الـ name بالشكل التالي ثم تقوم بوضع العمر اللي يسمى الـ self في البداية معنى الـ self يعني أنتم إلى هذا الـ class لنفترض أرغب إنشان ما تغير يسميه على السبيل مثال course وهنا أرغب إن أقول أطبع لي القيمة اللي يزي تواجد ضمنه ما تغير يسمى course لكننا تم مكن من استدعاء constructor class فنحن بحاجة إلى object class object class كيفية إنشاية سهلة جدا كل ما عليك أن نقوم بإنشاء متغير خارج class أرغب بمسال سوف نسمي up بلا حرف الصغيرة يساوي ثم نقوم بتحديد class اللي نرغب إنشاء منها object class ثم نقوم بإنشاء زرقواس ثم نقوم بتحديد البيانات للمتغيرات اللي يقومنا بإنشاءها المتغير التالي لا يحسب المتغيرات التالية يحسب في مثال حالي نرغب بإنشاء على سبيل المسال البيانات من النوع النصي القيمة التالية لأجعل المتغير التالي لنشاهد النتيجة مثل ما تشاهد هنا نقطة مهمة في كل مرة تقوم بإنشاء class object للclass اللي ستقوم بتحديدها سوف يتم تنفيذ اللوامر اللي ستقوم به وضيادة من constructor class لنفترهت إذا قمت بإنشاء مرتين class object للclass المحدد هذه المرة سأرغب بتحديد القيمة التالية سوف تشاهد قام بالتنفيذ اللوامر اللي ستواجد من constructor class حسب عدد مرات اللي ستقومنا بإنشاء class object وقام بعرض البيانات حسب القيمة اللي ستقومنا بالتمرير في كل مرة قمنا بإنشاء class object نقطة أخرى مهمة غالبا سوف تشاهد أن المتغير التالي تم التحديد ثم الاسم متغيرات اللي ستقومنا بإنشاء هنا ويقوم بشكل التالي عندما تقوم بقيام بنفس الشيء كأنك قمت به إنشاء متغير دمنك class بشكل التالي ولكن يمكنك وسؤول إليه من خلال class object ولاحقا يمكنك وسؤول إلى ذلك متغير بكل سهولة لنفتاد أرغب بي وسؤول إلى القيمة اللي زمن لكم متغير التالي سوف يتم عرض لنا في وقت الحالي خطأ لأن اللي يجب علينا نقوم بإستخدام object class لأن البيانات اللي سمت تحديد اللي ذلك متغير تم التحديد بواسيدة object class لذلك يجب عليك أن تقوم باستخدام object class لوصول إلي تلك المتغيرات التي تم إنشاءت من constructor class مثل ما تشاهد لنفتاد لدينا متغير آخر لنفتاد لدينا متغير آخر لنفتاد هذه المرة يسمى على سبيل مسال text وأرغب بالتحديد القيمة التالية بين 8 نوع نصي على سبيل مسال القيمة التالية ولاحقا أرغب بجعل القيمة التي تم تحديد المتغير التالي عند إنشاء object class كم متغير يتواجد دمنا الكلاس التالي بكل سؤولة نقول self dot متغير يسمى text يساوي قيمة التي تم تحديد للمتغير التالي يعني كاينك تقول قم بإنشاء لي متغير يسمى text وقيمة يساوي القيمة التي يملكه المتغير التالي الذي تم تحديدها بينات من خلال class object عند استدعاء constructor class ولحقا على سبيل مسال أرغب بالطلب بعرض القيمة الذي يملكه المتغير يسمى text مثل ما تشاهد أنا أحب Python هذا كان درسنا اليوم أتمنى أن تعلمت أسناء درسنا اليوم عن كيفية إنشاء class في Python وايضا كيفية إنشاء ضمن خصائص وايضا كيفية وصولها لتلك الخصائص عبر تحديد الاسم class ثم الخاصية التي يسترغب بوصول إليها وايضا تعلمتها كيفية إنشاء وظيفة يسمى inet أو في دلوغات البرمجة أخرى يسمى constructor class وايضا كيفية إنشاء class object في Python وايضا كيفية استخدام class object للوصول إلى بينات التي تتواجد ضمن class المحدد يمكنكم هذه الوصول إلى قيمة التي يجب لكم تغير التالي وايضا ممكن أراكم في الدرس القادم لك إنكم الأجهزة الثانية لك تتعلم مزيد إلى ما تصبح محضره إلى اللقاء